انطلقت اليوم فعالية الدورة الخامسة من قمة العرب للطيران والإعلام حيث افتتح رسميا سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات وتركز هذه القمة هذا العام الذي يحضرها أكثر من 200 من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع طيران والسياحة والإعلام تركز على مجموعة من القضايا التي تبحث تأثير قطاع طيران والسياحة على الاقتصادات العربية كما ستتم مناقشة الفوائد المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة والسفر على الاقتصادات الأقليمية واسماتها في تنمية اقتصاديات المنطقة في المستقبل كما شهدت القمة في نسختها هذا العام اطلاق ورشة عمل بعنوان المهندس الصغير وهي مبادرة تعليمية ترفيهية مكرسة لتثقيف العقول الشابة عبر تنظيم مجموعة من البرامج التفاعلية التي تغرز شغف العلوم والتكنولوجيا والهندسة في نفوس الشباب جميع الدول قاعدة تستثمر في بناء كوادر وطنية سواء كان في البحرين أو في السعودية أو في قطر أو في عمان أو في الإمارات أو في الكويت الكل قاعدة يستثمر في كوادر وطنية لأن هذه القطاع مهم مبلأنه بس ينمي القطاعات الأخرى ولكن أيضا هو يخلق فرص عمل وفرق عظم المجدية يعني مو بأنه فرق عمل ذاته يعني مثل ما يقلون معاشاتها جورها طيبة مغادتا بالقطاع الثاني تحتاج في كل سيجمنت في كل سكتر من القطاع تحتاج أيدي عاملة ماهرة وأسكل فلذلك الدول كلها قاعدة تستثمر في قطاع الطيران المدني أيضا نحن في وزاة المواصلات الصلاة قاعدين نستثمر في الريقوليشن نتأكد أن الريقوليشن تستثمر مع المنظمة الدولية الطيران المدني مع احتياجات السلامة وأمن الطيران